اذا عزاءنا السباق ما انتهى وما انتهينا ايضا احنا من تجيل البودكاست حتى تفاجأنا بشطب نتيجة كل من لويس هاملتن صاحب المركز الثاني سائق مرسيدس وايضا سائق فراري شارلي كلير اللي احرز المركز السادس اللي صار انه بعد نهاية السباق وبعد الفحص الفني التقني اللي بيصير على السيارات من قبل أو الفاحصون الفنيون التقنيون التابعون للاتحاد الدولي بعد معاينة تقرير الفاحص الفني اللي تم ارساله للجنة التحكمية تبين طبعا بانه السيارتين لوه ساملتن شارلي كلير مخالفة للانظمة مرعية الاجراء وتحديدا اسفل السيارة لان احنا كما ذكرنا في هالبودكاست هات بسبب طبعا التغيير بالقوانين ايضا واهمية ارضية السيارات واحنا بنعرف انه ارضية جديدة في المرسيدس وايضا هناك كانت تحديلات على السيارة الفراري وكل سيارات الفورميلة ون لازم يكون في تحت في الارضية في الواح خشبية الها سماكة والها ابعاد محددة وضقيقة وصارمة بعد الفحص تبين انه السيارتين ما بتطابقوا مع القوانين مرعية الاجراء وبالتالي الفحصين الفنيين عملوا اللي عليهم بعتوا للجنة التحكمية انه هاي السيارات مخالفة وبالتالي قامت اللجنة التحكمية بس ادعاء السائقين سمعت الهم وستمعت ايضا الى المهندسين مرسيدس وفراري اللي يعني عزوا ذلك الى عدة امور هي طبيعة اول شي الحلبي الحلبي ذكرنا احنا من اكتر الامور اللي بتميزة هي المطبات المطبات كثيرة في الحلبي هذه المطبات ادت الى ارضية بظل محافظ على صلابته وبالتالي هذا السبب اللي الاتحاد الدولي وضع هذه الاجزئية من الخشب اسفل السيارة والامر التاني انه كانت موضوع على الدوام اسفل السيارة انه احنا بنعرف كمان القوانين اللي بترعى الارتكازية اللي بترعى انه تكون في شروط محددة بكل السيارة فيما يختص بالمواصفات التقنية للسيارات وهاي الخشبة مش من جديد هاي الخشبة القطعة الخشبية الليها موجودة فترة طويلة ولما اعتقد لويس عفوا مايكل شمخر سائق بنتن تم شط نتيجته بسبب هذه الجزئية تحديدا في جائزة بلجه الكبرى عام 94 وذهب الفوز وقتها لمنافسه ديمون هيل لانه كانت الارضية ايضا بسيارته غير مطابقة فهذا اللي صار يعني النتيجة تغيرت لويس فقد المركز التاني وشارل كلير فقد المركز السادس اهلا وسهلا فيك ابو سلمة الله يخليك وحييك اخو الفراس اعافيك وخليك قبل ما نبدأ بالبودكاست او بداية البودكاست بدنا نترحم على الشهداء هذول ابطال وبدنا انعزي اهاليهم وبدنا نحاول نقدم تعازينا والله فراس اعتقد الكلام يعني مهما تكلمنا ما رح نقدر يعني يعني لغة الكلام تتعطل كما يقال الله يرحمهم ويرحم الابطال جميعا الشهداء والمجد والخلود دائما للشهداء الابراغ اكيد اه والله يشفي يا رب الجرحة امين يا رب والله ينصر اهلنا في غزة وفلسطين محتلة ويثبتهم وخليهم صامدين ويلطف فيهم حقيقة احنا الاسبوع الماضي يعني توقفنا عند اللي عم بحصل طبعا اللي هي ما بعرف يعني مجازر ضد الإنسانية وايضا قلب الحقائق سقوط الأقنعة صح احنا ما عم نحكي سياسي حقيقة احنا عم نحكي على وضع إنساني حقيقة كإنسان احنا نحكي الإنسان أينما كان هو إنسان لكن اللي عم بيصير حقيقة ضد الإنسانية ضد كل المواثيق ضد كل الأديان ضد كل شي صح يعني أمر بالفعل يدمي القلب ولكن الله يصبرهم ويثبتهم أبطال ولي عم بيصير حقيقة شي كبير صح من نوجه لهم تعزينة وهذا أقل شيء نقدر نعمله يعني أنت حطيت بوست هديك اليوم شفته أنه خلونا لما تشرب المي تخجل من حالك والله إيش ما عملنا من خجل في رأس صح يعني حتى ضحكتك إذا تحكتها أنت بتخجل حتى أنت استمرارك في الحياة تخجل الله كن بعونهم يقويهم ينصرهم آمين يا رب يعني حتى الواحد حقيقة أنا يعني وضعت بوست التزمت الصمت يعني عادة بحط الأوقات بحط التحليلات حتى حتى يعني اللينك على هذا رح أحطه بس ما رح أحط أي شيء تاني يعني لأنه لأنه أقل أضعف الإيمان يعني أنه تعمله بهالوقت أنك تلتزم الصمت لأنه ليس هناك موضوع أهم من هذه الموضوحات الله كن بعونهم ينصرهم يا رب بإذن الله بكل أحوال آمين اليوم كان سباق أوستن حلب كانت جميلة جداً سباقاً نضيف وماشي سلس يعني طبعاً نحكي نقطة مهمة اليوم إحنا بأول سباق من أصل ثلاث سباقات توالياً يعني بثلاث أسابيع متواصلة في الأمريكيتين احنا اليوم كان سباق طبعاً بجائزة الولايات المتحدة الأمريكية تسمية لأنه السنة عنا ثلاث سباقات في أمريكا المرة الأولى من عام 82 في حلبة الأمريكيتين في مدينة أوستن بولاية تكساس سباق الثالث رح يكون بلاس فيكس ولكن احنا أول سباق من أصل ثلاث سباقات تريبل هيدرز لدينا اليوم الأسبوع هذا في أوستن في أمريكا لدينا الأسبوع جاء السباق في المكسيك أعلى حلبة مرتفعة على سطح البحر مكسيكو سيتي والأسبوع الثالث القادم سيكون في حلبة ساو باولو الرائعة في البرازيل ثلاث سباقات وربعة توالياً ونحن طبعاً اليوم خلصنا السباق الخامس ما قبل الأخير على نهاية الموسم لم يتبقى على نهاية الموسم غير أربع سباقات السباق اليوم التبعناه وسباق عطلة هذه الأسبوع كان خامس سباق من أصل ست سباقات تعرف صيغة السباق القصير أو سبرين تريس السبرين تريس يعمل على خربطة البرامج تبع الفرق أنت عندك فترة تجارب حرة وحيدة وواحدة وبعدها مباشرة تدخل في تصفيات التأهلية للسباق الأحد وبالتالي ما عندك متساع أنك تعرف ردة فعل الإطارات تجد معايير الطبط الملائمي أو المناسبي تسبر غور هذه الحلبة المخادعة حلبة صعبة جداً فيها تنوع رائع بالمنعطفات رأينا الحلبة أنا ذكرتها أكثر من مرة خلال التعليق أنه من كل بستان وردي من كل حلبة مخدين منعطفات مخدين أجمل منعطفات بحلبة سلفرسون مكتس باكتس هؤلاء المشهورين جداً مخدين منعطف الثامن الشهير بحلبة إسطنبول بارك مخدين أيضاً منطقة الستيديوم في حلبة هوكنهايم رينج القسم الأول تشعر كأنه شوي شبيه بحلبة سوزوكا الحلبة فيها توبغرافية رائعة أول منعطف من أكثر المنعطفات بالبطولة في مسافة قصيرة بتعمل عملية تسلق 30 متر 30 متر بظرف 200 متر والتفاوض في الارتفاع بالحلبة يقارب من حوالي أكثر من 40 متر الحلبة رائعة أيضاً عكسها قارب الساعة فورميلا ون شعبية تزداد بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر من سبب أن هذه الحلبة صممت من البداية بعقلية سباقات الفورميلا ون على عكس الحلبات الثانية إنديانا بوليس عندما كانت تزورها الفورميلا ون هي حلبة مصممة لسيارات الاندي حلبة بيضوية وحاولوا إنهم يعملوها بالتالي حلبة تناسب سيارات الفورميلا ون وشوفنا إحنا المرارة اللي حصلت في سباق الولايات المتحدة الأمريكية عندما عانت إطارات الميشلين أعتقد عام 2005 وشوفنا في بداية سباق سيارات الميشلين تنسحب مقابل بقاء ست سيارات المزودة ببرجستن إنها كانت صفحة قوية للفورميلا ون في أمريكا أمريكا دائما تستطيع تتحدث عن بطولتك بطولة عالمية غير ما يكون موجودة في أمريكا أمريكا قاضى صحيح للأسف معنى تتبع السياسة يعني خلنا نحكي المعايير المزدوجية ودائما تقف مع للأسف الجلات ضد الضحية ولكن نحن نحن نحكي رياضة هي دولة ضخمة هي دولة كبرى هي عملاق ضخم اقتصادي لا تستطيع أن تعمل بطولة عالم وتستثني أمريكا أكيد لأنه حتى المروج العالمي طبعا هي المنحة كله اختلف من لما صمموا هذه الحربة بدأت شعبية الفورميلا ون تزدادت شعبية ازدادت أيضا مع وجود ودخول لبرتي ميديا لأنه أيام بيرني أكلستن ما كان كتير يهتم بالسوشيال ميديا ولا بالجيل الصغير وكان مهم التقنية يعني هو كان مدرسة قديمة أيضا لبرتي ميديا في الأساس هي لعبتها التسويق الرياضي والبطولات الرياضية في أمريكا وضف إلى ذلك اللي زاد أكثر وعزز من وطع البطولة في الفورميلا ون في أمريكا هو برنامج درايف تسيرفايف على نتفلكس اللي أخذ البطولة للكواليس اللي أخذها بطابع هولوودي وزاد عليها دراما عملت على زيادة الشعبية بشكل غير مسبوك وشوفنا هذا تجلب الجماهير الغفيرة اليوم أكثر من 400 ألف متفرج تابعوا ثلاثة أيام السباق ولكن هناك نقطة كمان يجب أن نضيء عليها أنه صيغة السباق القصير لسبرينتريس ما أثبتت زيادة في المبيعات التذاكر يوم الجمعة صح كانت شوي فاضي شوفنا المدرجات فاضي نوعنا وما تنسى كمان في رأس يوم الجمعة هو يوم عمل وهذا مش سباق ليلي في أمريكا جو حار وبعدين ما بدك تجيبه خمس واربين دقيقة تجيبه لأنه في النهاية ليس مثل اليوم ثبت وأحد أعتقد أيضا كمان تكبس بزرار البطولة خلاص اتركها بطولة يعني احنا ربينا عليها بهالشكل هات وانت عم بتجرب وتغير وتعمل وتسوي يعني اعتقد الثبات أيضا في رؤية المشاهدين في عندك جمهور جديد ما بعرف شو البطولة كانت قبل بس حلو تظلك ماشي على أسلوب عم بيجيب نتيجة لو هذا الأسلوب عم بيجيب نتيجة أفضل أنا بقول لك أنا معهم بس إحنا شفنا أنه حتى سبرينت ريس اللي صار بقطر كان رائع بس اللي شفنا بأميركا أول يوم ما كان حلو وحتى يعني خلانا شوي نوعا ما نحبط أنه ممكن يكون السباق على هذا الشكل ولكن الاستراتيجيات اللي صارت التنوع المشاكل اللي صارت مع ماكس فرستابن كلتنا خلتنا شوي نطلع منها الرتابة هاي بس مش شايف في صيغة السباق القصير هاي أثرت على الداتا كمان يعني شفنا اليوم كم فريق انطلق من خط الصيانة صحيح عنا أربع سيارات انطلقت من خط منصات الصيانة غيروا ضبط معايير السيارة لأنه زي ما حكيت لك الصيغة هاي ما عم بتعطيهم وقت انهم يلاقوا المعايير الصح وعندك فرق جلب التحديثات وغير انه التحديثات انت مش قادر تقيمها صح وتختبرها وتعينها وتاخد الفكرة الصح عنها انت ضريت الفرق اللي عندها تحديثات والدليل انه في فرق عادت للتحديثات القديمة وجابت نتيجة معها مثل فرناندو ألونسو فبالتالي اكثر فريق يعني جاب تحديثات اللي هو الفريق الهاس تفضل انه يخرج يبدأ السباق من خط منصات الصيانة ونفس الشي فريق الأستن مارتن لي جلب تحديثات السبب انه انت يعني بعد ما تخلص التصفيات التأهلية يوم الجمعة انت لك يعني هامش بسيط من ادخال بعض التعديلات على السيارة لانه السيارة تدخل في ما يعرف بالبارك فرميه او الموقف المغلق ممنوع ادي المسهر تدخل بعض التعديلات البسيطة يلي كمان فيه رقابة صارمة عليها فمن هون منشوف هذه الصيغة نرفس عليه كيف عم بتأثر بشكل كبير على الفرق بس مش ممكن هاس هو غلطان بهاي الموضوع لانه انت عارف انه عندك سباق قصير ما عندك وقت تجرب السيارة صح ولا لا يعني بخلي التعديلات تجيبها مثلا بحاجة فراس هاي مشكلة الفرق المغمورة طريقة جلب التحديثات اتوقع عجبوها لانه هم موجودين بأمريكا بجيوز لا اصلا مش من هم فريق هو ثلاث محلات الو اوكي اوكي عندك اول شي عندهم مقر بمارانيلو وعندهم ارتباط مع دلارة في ايطاليا بمحل تاني وعندهم مقر في بريطانيا وعندهم المقر ايضا للفريق لانه هو اساس بشارك في ناسكار بامريكا فيعني الفريق متوزع باكتر من محل اعتقد هاي ايضا يعني من السلبيات لانه انت الفريق القوي هو اللي بيسقف واحد عم بيجمع كل شي فبتلاقي هالخلطة هاي اللي ولكن الفريق يأمل طبعا بانه الفريق عم بتقدم ولكن يأمل بصيغة جديدة طبعا لسقف النفقات انه يكون له يعني خلني حكي شأن في المستقبل احنا شفنا انه قيمة الفريق ارتفعت فريق هذا كان على شفير انه يخرج من البطولة وكان عم بصارع الفلاس فبالتالي وجوده هذا ايضا مكسب له في الوقت اللي ارتفعت فيه قيمة البطولة وايضا ما تنسى في رأس انه هذا الفريق فريق امريكي فانت كمان مهمك امريكا بثقلها بثلاث بطولات كصانع عملاق اقتصاد كجماهيرية ايضا انه يكون فيه فريق امريكي متمثل فيها حتى الجمهور بالمدرجات هذا فريق مغمور وين انت كنت تشوف فريق زمان مثلا سورة كين تيرل على قميصه وحتى فرانك وليامس اللي هو كان السير لا احد يبيع شكله بالمدرجات نشوف هون قوة الاعلام قوة الميديا قوة هذا البرنامج اللي لامس الجمهور ما كان اساسا هو جمهور فورملا هون نشوف العبقرية الامريكان بهذا الموضوع نجع على السباق ابو النمري سباق كان لعبة شطرنج سباق جميل سباق كان فيه تكتيكات وستراتيجيات مختلفة ايضا اللي صب في صالح السباق انه ماكس حتفة تم حتف زمنه السريع اللي سجلوا يوم الجمعة بالتصفيات التأهلية وبالتالي تراجع الى المركز السادس فهذا اعطى السباق بعد اخر انه فيه خمس سيارات امامه وفيه فرصة للسيارات اللي تتقدم يعني ما تنسى هذا السباق مرسيدس رجعوا جيمس اليسن كمصمم للسيارة وهذا الرجل هو اللي هندس بطولات الفريق سابقا وهو اللي كان بفراري ايضا وكان ساعدهم على انهم يحرزوا بطولات ولكن فراري مثل العادة اعدو نفسها الاول وتتخلى دائما عن الكفاءات هو ايضا كان حابب يرجع بريطانيا لانهو بريطاني البريطانيين يعني بفضله مثل ادري نيوين بفضل يعيش في بريطانيا اجواء هم تعود عليها عائلته الى اخرين مع انه ايطاليا جميلة يعني والضغط جميل ولكن تعرف اختلاف الثقافات وكل واحد وين يحب يكون واجد نفسه فالمهم رجع جلب تحديثات كبيرة على السيارة والاخص على الارضية انت بتعرف ليش الارضية تكرناها اكتر مرة هي حاليا بالسيارات الفورميل 1 من الموسم الماضي بطلت الارتكازية الكبيرة من الاجنحة حتى يكون السيارات تقدر تقرب من بعض وما يكون عندنا ما يعرف بالديرت اير والى اخره اللي هو الهواء المتسخ اللي بفقد السيارة لما تقرب من السيارة اللي امامها بفقدها التوازن او التماسك او الارتكازية وبالتالي بصعب من مهمة التجاوز هم عملوا انه حولوا الارتكازية كانت سابقا موجودة هادري نيوي صمم سيارات سابقا بما يعرف بالمؤثرات الارضية والجراند افكت اللي الارتكازية من اسفل السيارة وشفنا احنا بموناكو لما رفعوا سيارة سيرجو بيريس اديش التصميم مختلف وعبطر والفعل وبعد بدأت بعض الفرق تفهم وتنسخ وتحاول وتسوي مرسيد اسجالبت ارضية جديدة اول مرة من سنتين لو ساملتون بكون سعيد وراضي ومسرور بالسيارة ويقول هذا هو التحديث اللي انا بدي اياه كمان اربح تحديثات منقرب اكتر اكتر على الريد بول وما تنسى كمان انه احنا حاليا خلاص يعني عم منسكر الكتاب للموسم القادم الستارة تسدل الفرق عم بتحاول ايضا من خلال هالتحديثات اللي بتجلبها في رأس انها قلني احكي بتشوف هالتحديث هذا مش حاله عشان يعتمدوا بالمفهوم التصميمي للسيارة العام القادم فالتحديثات هاي لما تمشي بشكل صح هذه التحديثات بتعطي بارقة امل اكتر وبتعزز من فهم الفريق للسيارة العام القادم المرسيدس تحسنت بشكل كبير اينها كانت واينها اصبحت ايضا ما تنسى اللي عملته مكلرن فتح عيون الفرق على انها تتبع المفهوم التصميمي اللي عملته مكلرن واللي هو مفهوم تصميمي تبع ردبول فهذا هو الاتجاه الصحيح والقفز الهائلي اللي عملها فريق المكلرن اكدت بما لا يدع مجال للشك انه هذا هو الطريق اللي واجب انك تسلكه صح فبالتالي استلمارتن طبعا عملته بداية الموسم وكانت هي المركز الثاني فترة طويلة من المطول ولكن بدأت التقاقر لكثير من الاسباب رح نتناولها بعد شوي ولكن كسباق كان سباق جميل سباق حلو شارلي كلير طبعا انطلق من المركز الاول اعتقد هذه هي المرة الثالثة هذا العام والمرة الواحد وعشرين في مسيرته هو اكتر سائق انطلق من المركز اول ولم يحقق الانتصاد البداية كانت خاطفة لاندو نوريس خطف المركز خطف يعني كان مسر وكانت ردت فعله سريع والتموضع وايضا الحلبة رائحة فرص واسعة الحلبة عريضة والحلبة مش بس انها عريضة بتوفر مجالات لانك تتبع اكتر من خطة سابق في البداية والمنعطف الاول في زاوية المنعطف الاول او ما تعرف بالأيبكس عمياء فبالتالي صعب مهمة انه وشوفنا اكتر من صائق كيف انه تصعب المهمة وتخليه مايعرف يحدد نقطة الكبح وشوفنا كثير بهديك المنطقة بيعملوا عملية غلق على المكابح وشوفنا ايضا انه اذا انت بتكون قريب وتموضع بشكل صحيح بتعطيك فرصة انك تتقدم بالمنعطف الثاني انت بتبني هجمتك من خلني حكي المقطع المستقيم تموضع بشكل صح في خط التصابق في دخولا اولوجا في المنعطف الاول والثاني بتصير انت خلص المسألة صارت عندك اسهل لانه انت صار عندك الجهز نقول الزخم وعندك التموضع الصحيح وعندك الافضلية فنوريس شق طريقه وقاد الصدارة ولكن كان فيه له تصريح في نهاية السباق انه اول شي الحرارة اليوم كانت مرتفعة في الرأس اكتر من يوم امس ومن يوم الجمعة الحرارة لما ارتفعت بشكل كبير يعني لمست اكتر من 42 درجة ارضية المصار الحرارة ادت بشكل كبير الى تآكل اطارات المكلرن هاي الحلبة حلبة قاشطة للاطارات حلبة صعبة وايضا بسبب انها عكس عقارب الساعة والحلبة كما ذكرنا المنعطفات السريعة اللي فيها اضافة الى انه فيها مقطع مستقيم طويل في البداية ومقطع ثاني حوالي 500 متر في هالمقاطع هاي بتبرد الاطارات لما تبرد الاطار بسكيت مفقد تماسكه ايضا بسبب في تآكل وبالزات هاي الحلبة متعبة ومنهكة على الاطارات الخلفية شوفنا كيف كان يعمل انزلاخات فبالتالي ذكر طبعا لاندو نوريس انه وضع اللون طبعا على اطاراته بسبب ارتفاع الحرارة وذكر انه اطاراته في البداية كانت عم طعط التأدية ولكن بعدها كان يحصل فيه تراجع او دروب وهذا التراجع في التأدية ما ادر يخليه انه احنا شوفنا بسباقات الماضي كانت تأدية المكلرن اقوى ولكن اليوم التراجع والارتفاع بدرجات الحرارة كلفوا بشكل كبير وهو قاد الصدارة كما ذكرنا بعد تجاوز سيارة شارلي كلير بعد انطلاقة رائعة في البداية وشهدت حادث البداية اوكن وبياسا حرام يعني اللي صار بينهم التنين دفعوا ثمنه تنين انتعبوا احنا شوفنا طبعا بالسباق الماضي للمرة الاولى من سنوات وسنوات وسنوات مكلرن بسجل منصة مزدوجة المرة اليوم من 2010 منصة مزدوجة كانت بقطر وبالسباق الذي قبله فهذا يدليلك على انه مكلرن فريق عن بعود واليوم صحيح رغم المشاكل بس كان لاندو نوريس لاندو نوريس تمكن من تحقيق المركز التالي هو بياستي اتوقع هو كان مفاجأة والناس نسي انه هو روكي صح ونسانا حتى تردد فعله يعني بتحس عنده نضوج حتى ما بيبالغ بالفرح يعني كأنه واطق من نفسه بتعود على الصعود الى منصة التتويج بشكل كبير اه فبقولك انه حتى نسانا انه هذا طبيعي انه ما يكون بمراكز صح المهم انه في السباق طبعا احنا شفنا لكلير تراجع في الاول بعدها كمان تراجع افراري انا حاب بحطه مع جنبها بس لانه تراجع ايضا لكلير تراجع الى المركز التاني بعدها تراجع كمان بعد ما تمكن لوسها وميلتون من تجاوزه طبعا تجاوزه في اللفة التانية وماكس عمل نفس الشي بعدها بفترة يعني فتجاوزوه والتالي تراجع وايضا الاستراتيجية اللي اعتمدها ما خدمته ابدا في السباق نرجع شوي للسباق السائقون اللي في المقدمة ابتدأوا السباق على اطارات الميديوم لانه بيريلي وضعت انه التصور طبعا الافضل الاستراتيجية توقفين بالسباق تبدأ ميديوم هارد ميديوم او ميديوم ميديوم هارد اللي صار مع ماكس انه كان على ميديوم توقف على ميديوم بس انت بحسب خوالين البطول اللي عم بسمعنا المرة الاولى في عندك بكل سباق ثلاث نوعيات من الاطارات نوعية اللينة نوعية المتوسطة الليونة والنوعية القاسية اجباري انت خلال السباق انك تستخدم نوعيتين لا تستعمل صفت ميديوم ميديوم هارد المهم انه لازم تستعمل نوعين مختلفين وهيك هما لما يعملوا هيك بجبروا كل فريق على التوقف يعني ما في حدا يبدأ السباق وينهي على نفس الاطار اللي صار مع ماكس انه قام بالتوقف على اطارات الميديوم وراح استعمل ميديوم فهذا يعني انه هو بده يرجع يستعمل هارد او صفت يعني هذا يعني انه في عنده توقف تاني في الافق عندي سؤالة بدنا بقية قبل ما انساء بصير واحد يستعمل اكثر من نوع اطارة نفس الوقت يعني امامي ممنوع مرة صارت اذا متذكر مرة اعتقد باول سباق لجورج رسل في البحرين استعملوا له اطارات مش اطاراته والله وغلط وخسروه يعني كان هو ممكن يربح السباق اول سباق لا ممنوع ما بزير ممنوع من الفرائي ايوه لازم نفس النوعية على الاربع اطارات ولي صار انه ماكس استخدم ميديوم ميديوم بوقت لو ساملتون بلش على ميديوم وعمل هارد فنحن فكرنا انه راح يروح على توقف احادي مع انه احنا ذكرناها خسر مرة السباق لما استعمل توقف احادي وفاز في السباق زميله فالتاري بوتس فالتاري بوتس لما توقف مرتين هذا الحكي اعتقد في 2019 فهذا ما حدث فبالتالي كان هناك بعض اخر بالسباق وهو البعض الخاص وكان نفس الشيء من الاندو نوريس بلش على ميديوم ومن ثم فات عمل هارد صحيح وقبل لويس هاملتون اتأخر شوية عنه صحيح ماكس تقدم الى المركز الثالث واجرى توقفه في اللفة السبعتاش اللي كما ذكرنا حول على الميديوم على الإطارات لكلير طبعا قاد الصدارة امام راسل وراءهم كان ناندو نوريس اللي هو كان اول المتوقفين كما ذكرنا وكان هون عم تلعب لعبة الاندركت خلال السباق أو مين بقطع الاستراتيجية على مين ولكن في التوقف مكلارن تأخر بعض الشيء ثانية والأفضلية كانت في الاندركت حوالي ثلاث ثواني كسب فيها ماكس في هذا الوقت حتى ماكس تأخر شوي والفارق تتقلص بشكل كبير بينهم إلى حدود ثانية ونص يعني فشوفنا احنا انه كان فيه إثارة في البداية بعدين من البداية نحن سمعنا انه ماكس لم يشعر بارتياح بالسيارة كان عنده مشكلة في المكابح والمكابح لم يكن يعرف يحدد نقطة الكبح الصحيحة بسبب المشكلة اللي كانت عم يتواجهه في المكابح وهذه الحلبة أيضا حساسة للمكابح لانه المنعطفات السرعة مع المنعطف المستقيم مع نقاط الكبح مع التوبغرافية الكبيرة التي موجودة في الحلبة على برودة الإطارات في المقاطع المستقيمة كلها كانت تؤدي إلى سهولة عمل غلق بالمكابح وعدم اختيار نقاط الكبح الصحيحة وهذا أيضا أثر على الإطارات أثر على لا يوجد أختيار نقاط الكبيرة لأنه مثل المتزوجين في عرس كيف وهذا دليل حب ولكن ضمن الإحترام لا يوجد أي لا يوجد السباق باعتداله طبعا كان سباق حلو وشفنا باللفات الأخيرة طبعا لما لما لو ساملتون حول على الإطارات الميديوم ووقتها دولاك حولوا على الهارت كان الجاب كبير وحكا أنه لو السباق يطول كان ممكن أن يكون عندي فرصة ولكن هذه النتيجة التي حصلت اليوم في الغرس تأكد لك على أنه المرسيدس بالطريق الصح والمخلرين بالطريق الصح والفراري إلى وراء لا تنسى لا نعرف رد بول وين ستكون ما رد تبعها والفراري قريبة يعني يعني أعطيك فكرة أنه الموسم الجاي إن شاء الله سيكون موسم جميل أكبر أكيد ونشوف بعدين ما تنسى مكلارن عم بتعزز نفسها والمنح البياني في تصاعد المرسيدس بدأت تضاع أصبحها على الجروح بدأت تفهم المشكلة الصحيحة بدأت التحديثات التي تجلبها تجيب نتائج مرجوة منها فكل الأمور هاي أتوقع اللي كان يشكك بعودة مرسيدس هو ما يعرفش قوة مهندسين مرسيدس لا وبعدين مرسيدس ليس فريقيا مرسيدس دولة مرسيدس مرسيدس يعني المتخب الألماني بكأس العالم ماذا يطلقوا عليه التسمية؟ الماكينات الألمانية هم الماكينات هم الماكينات أجد أكثر شيء من مرسيدس صح يعني انت تطلع ببلادنا نحن ربينا تاكسيات مرسيدس مزبوطة قد ما هي كانت تطلع أكثر من مليون كيلو صح يعني أعرف كيف؟ غير المية وتسعين زمان والميتين لليوم لليوم في سرفيس و تاكسيات بباروت تذهب سيارات مرسيدس ما عندك مرسيدس أنا أحب أسئل أديمي الـ R107 لا ما كان شكك بمرسيدس يعني هم لا يعرفش قوة مرسيدس ولا يعرفش قادرين أن يصنع سيارة منافسة بعدين مرسيدس يعني مو فريق سهل مرسيدس صانع سيارات مرسيدس يعني مرسيدس عنده ثقافة الفوز عنده العقلية عنده الإمكانيات عنده شخص يعني بيعرف كيف يدير فريق بشكل صحيح هو توتو وولف حنا شوفنا غاب السباقين الماضيين كيف صار شوية فيه كركب المعنى هو على الفريق بتواصل دائم يعني ما تركه بس مرسيدس حتى اليوم أتوقع يعني اكشن تبوع لما تجاوز التجاوز ابتسامته لخصت انه هاي هاملتون انه هذا هو الرجاع استرد العافية يعني هاي الابتسامة حكت مليون كلمة صح وانا حكيتها يعني انه يعني هذا هو هذا هو هاملتون اللي بديه هذا هو اللي كنا نبحث عنه هذه التحديثات اللي كنا نحنا يعني يعني كلنا طوق انه نجلبها مرسيدس طورت أجت مرسيدس ذكرناها نذكرناها كثيرا فراس انه مرسيدس فريق يمرض ولا يموت فريق كانوا بعاد بالتصميم كانوا بعاد مفهوم أخطأ واخطأوا انه مضلوا مصررين عليه والمشكلة انه مضلوا مصررين عليه بعد الفوز اللي سجلوه في البرازيل السن الماضي قال لك معناته احنا فزنا وقربنا من ريدبول معناته احنا على الطريق الصح صحي بس غيروا وعملوا وعملوا واجهوا جابوا جيمس أليسن ومكلارين كمان وأستن مارتن على محركات مرسيدس كانوا قادرين يقارعوا ويتقدموا الى المركز الثاني فكل الأمور هاي خلت فريق المرسيدس يرجع يهيد الاحتبار بس في نقطة هون بالمرسيدس اليوم يعني هذا السباق والسباقات الأخيرة تشوف جورج رسل كأنه مكسور كأنه مش جورج رسل اللي احنا ما نعرفه ما بعرفه الآن اشوف فيه شغلة مهمة بدك تعرفها جورج رسل الموسم الماضي كان وضعه مختلف انت لما تيجي على سنة اولى التوقعات ما بتكون مثل سنة تانية يعني انت كل شي بتعمله بكون جيد اه صح بتشجعوك بوقف جنبك بعدين السنة الاولى بتكون سنة حلوة جه شاه عسل بتكون وانت مبسوط وانت بتستنى هاي الفرصة طول عمرك بعدين ما تنسى انه هو لانه اجع مرسيدس سنة الماضي اول مرة وهو سائق تجارب لكن مسيرته كانت مع وليامس لما جاء على فريق المرسيدس للمرة الاولى فريق المرسيدس ليش دائما الفرق بتحاول لما تغير تشكيلتها من السائقين تخلي على القليل السائق من السنة اللي قبلها حتى يكون فيه استمرارية في المنحة التقني يعني سائق يقولك والله السيارة تقدمت ولا السيارة تعدت ولا السيارة خبرة يقولك والله هاي السيارة احسن هي افضل فهم كانوا السنة الماضية تحديدا اذا لاحظت السنة الماضية كانت نتائج جورج راسل بشكل عام افضل من لوي ساملتون ليس لانه لوي ساملتون فقط اكيد جورج راسل صائق موهوب ولا مرسيدس ما كان استثمرت فيه وكانت بدلته في فالتري بوتس اللي صار انه لوي ساملتون كانوا دائما يعطوه التحديثات صح وكانت دائما التحديثات سوء مجانبة الحظ لسيارة لوي ساملتون اكتر من جورج راسل بستاتيجيات فبالتالي الموسم كان من بدايته سيئ وما تنسى لوي ساملتون بالموسم اللي قبله يعني هو والكتر يعتبر انه سرقت منه أو سلبت منه البطولة فبالتالي هو كان داخل على الموسم الثاني يعني الموسم اللي بعده مباشرة على امل انه يرد الصاع صاعين لماكس فرستابن ولكن كانت خيبة الامل انه السيارة كانت سيارة يعني فقدوا البوصلة فيها ولم تعطيه سيارة مرسيدس قادرة على مقارعة ماكس فرستابن وشوفنا انه السيارة اللي كانت اقرب في بداية الموسم هي الفراري احباط كان عنده ولكن هذا الاحباط بدأ السنة يختلف السنة هاي دخلنا احنا مع جورج راسل لو اساملتون لو اساملتون انت ما بتكون بطل عالم سبع مرات بسهولة صحيح انت ممكن شهيتك للانتصارات تلحفك يعني مش متل واحد جديد داخل على البطولة ولكن لو اساملتون ما زال عنده هذا البطل العالم الكبير في داخله ما زال يبحث عن تحطيم ارقام مايكل ما زال يبحث عن البطولة الثامنة وهذا الشي اللي خلاي يستمر في البطولة ربما لو ربح ربما لو ربح في ابو ضبي في عام 2021 كان اعتزل واعتزل في القمة اجمل شيء وحطمت كل الارقام ولكن هذا اللي حصل لحسن حظنا انه استمرنا بمشاهدة لو اساملتون لانه لو اساملتون ايضا اضافة مع انه ايضا من حي موقفه هو وكيلي من خطيبة ماكس وابنة نيلسون بيكي بطل العالم ثلاث مرات فهاملتون بامريكا عنده شعبية في الولايات المتحدة هو ايضا عززها بشكل كبير من قربه من المغنيين من المطربين من الممثلين من المشاهير وهو اصبح نجم كبير اعتقد اللي بلاحقول لو اساملتون على منصات التواصل الاجتماعي اكتر من البطولة نفسها اكتر سائق واليوم رأينا التصفيق الحار حتى رأينا صافرات الاستهجان لماكس فرستابن هذا دليل المكاني الكبير اللي موجود عنده اساملتون هذا ليس تصرف رياضي بس هم شجعين هيك تسومين بس انه سمعنا صافرات الاستهجان اللي قوبل فيها ماكس فرستابن اللي سجدوا اليوم الفوز رقم خمسين دخل نادي مهم هو نادي الخمسونة انتصاراً وهو نادي للقلة هو خامس سائق عندك له ساملتون مية وثلاثة لا يمكن ان تصرف سباستين فيتل سباستين فيتل 53 البروفيسور ألم بروست 51 من هون لآخر الموسم في احتمال كبير انه انتصار بعادل وانتصارين بهذا وثلاثة انتصارات في طريق الأمجاد في طريق الأساطير هو سيطر على كل مراحل السباق فهو كمان اليوم اذا تذكر بنهاية السباق عندما سألوا جانسون بطن بطل العالم ثلاث مرات يعزوا الانتصارات للتقدم الملحوظ ولكن اليوم كان لديك دور كبير بالفعل نحكي الأمور في ناس يقول لك سيارته اليوم كانت جريحة سيارته كانت سيئة سيارته صحيح متفوقة ومتقدمة ولكن كان عنده مشكلة مكابح مشكلة كبيرة ولكن مع ذلك كان عارف كيف يدير مكابحه وأيضا لو ساملته مش سائق عادي يعني حطته تحت ضغط كبير ولكن كان عارف كيف يدير سباقه بشكل صحيح وممكن لو ولكن نحن نعرف انه ياريت عمرها ما عمرت بيت ولكن من الأمور اللي عم بتصب في صالحه بشكل كبير لماكس فرستابن في الفترة الأخيرة هو انتضج الكبير اللي صار عنده والطريقة اللي عم بيعرف فيها كيف يدير إطاراته بدير إطاراته بشكل رائع بيعرف كيف يستقلص منها الأفضل ويعرف كيف دائما يخلف جعبته مخزون في حال حد اقترب منه يرد يعني شفنا من السباق القصير في الأمس سباق تسعة عشر لفة خلصه بعشر ثواني كان محيه يعني هذا فارق فلكي هذا مو فارق في الأخيرة يعني لما ضغط شوي خلصه تقريبا ثانيتين ونص كان أسرع بحوالي نصف ثانية أسرع بحوالي 0.6 يعني أكثر من نصف ثانية باللف الواحدة عن أي سائق هذا ليس فارق عادي في رأس هو خلص لعده لويس كمان طبعاً بس يوم أمس كان السباق غير عن اليوم واليوم كان في منافسات كان في استراتيجيات كان فيه ذكا ولكن يعني بشكل عام كان سباق جميل جميل جداً هو شوف موضوع ماكسو هو فعلياً مش بس السيارة هي التوليفة كاملة معادلة كاملة من سائق لسيارة لفريق استراتيجيات كله ما فيش ولا غلطة بس إحنا في رأس اليوم يعني اللي صار خلاك تتنهت يا الله لو كان فيه بين إيدي سيارة لقد سملتهم من أول موسم أو من الموسم الماضي كنا نتمتع حلو المنافسة بين هؤلاء الكبار لما يتنافسوا حلو كيف يكونوا مع بعض شفناها بالسابق شفناها مع مايكل شمخر مع سينا صحيح ما طولت شفناها كمان سينا مع آلان بروست آلان بروست مع نيكي لاودا جاك ستيورت مع إمرسن فيتي بالدي مع يوخن رنت يعني فيه فيه البطولة حلوة القمة لا تتسع إلى واحد ولكن لما يكون فيه واحد بوجهه خصم عنيت عم بتستخلص الأفضل منه بطلع الأفضل منه بتلاقي إلها إيمة أكثر البطولة يعني لما يربح ماكس بهالطريقة السهلة أنا ما بشكك فيه بالعكس وبستاهل والفريق عمل كل اللي عليه وزيادة ولكن لما يكون فيه منافسة وانت مثل أبو طبي تظلها معلقة للرمق الأخير هذيك بطولة هذيك بتحس إنها بتسوى عشرين ثلاثين بطولة هذا ما هي حلوة اللفة الأخيرة بتسوى بجزء أربع خمس بطولة بغض النظر عن الأغلاط ولكن كانت منافسة لا تنسى لليوم إحنا أي سباق أي بطولة أي شيء بصير نرجع من الزكر عشرين وعاد وعشرين الموسم التاريخي لما هي كانوا يتعادلوا بكل شيء يتقاتلوا على نقطة الفاست سلاب يعني تخيل لأي درجة يعني كانت وبالصبت أنه وصلوا لمرحلة التساوي التعادل الأعمى بينهم على سيئة الفاست سلاب اليوم الآن سنودة يعني نحكي شوي عن ذكرنا ماكس بالمركز الأول وسملتهم طبعا ثاني لاندو نوريس رائع خامس منصة على التوالي وعانى كما ذكرنا وضع اللوم على تآكل الإطارات بسبب درجات الحرارة كارلوس ساينز الاستراتيجية معه خدمته أكثر من زميله مع أنه كارلوس ساينز من اللحظة اللي أجى فيها على هذه الحلبة ما كان مرتاح هلأ في ناس بقول لك هاي الحلبة كارلوس ساينز عنده مشكلة انه الحلبة هاي بسبب طوبوغرافيتها بسبب عدم وجودها خلني حكي في منطقة مستقرة الأرضية فيها بظلهم يزفتوها بس بظل يعبدوها بس فيها مطبات هي هيك طبيعتها الأرض رخوة فالمطبات هاي بدك تكون انت فيه أسلوب قيادة معين وفيها عملي هلأ لما يكون فيه مطبات كمان غير أسلوب القيادة والمعايير والإعدادات لما ترفع السيارة عن الأرض لا لما ترفع السيارة ما هي السيارة احنا ذكرناها بالأول بتولد الارتكازية من تحت من الأسفل لما ترفعها بتفقد بعض التماسك هلأ بيعلوا جانح بيكبروا جانح الوراء عشان يعطيها ارتكازية ولكن انت السيارة كالخصائص قتلفت عشان هيك احنا شفنا بسنغافورة الردبول عانت وخسروه وما حققوا الفوز بسبب انهم رفعوها ولكن طبيعة سنغافورة تختلف عن هون هون رفعوها للردبول ولكن السيارة متميزة على هكذا نوع من الحلبات الحلبات السريعة المنحطفات المنسابة هذا هي نقطة قوة الردبول وكان انه قادر يظهر هذه القوة بشكل كبير ماكس فرستابد فهذا الفرق كان بين شارلي كلير وكارلوس ساينز كارلوس ساينز يقول لك مثل هذه الحلبة اللي فيها مطبات وارتتتت وشوفنا السيارة كانت كثير خاصة الفراري كانت فيها كثير ارتتتتات انه شارل أفضل مني والفعل ولكن اليوم الاستراتيجية لا أعرف كيف عملوها فراري لسه بدها شغل في تحسن في تحسن ثبات ذكرناها بالتعليق انه فراري بدأت تفكر خارج الصندوق يعني لما تتجرأ على مثل هيك استراتيجية معناتها تآكل الإطارات عندها لم يعد مثل السابق السابق كنا نسمع الإطارات عم تمضغها مضغ يعني مثل العلكة لكن كيف المسارات الحلبي وهون هاي الحلبي لا ترحم فبالتالي كل الأمور هاي فراس عم بديلك انه فراري بدأت تفهم اكتر المشكلة صحيح ما المشكلة موجودة وحتى ذكرناها لاندو نوريس عانى منها ولكن لم تعد بنفس السوق اللي كانت عليه سابقا فأعتقد اليوم ضحوا يعني لو كانوا معهم استراتيجية صح مع المشاكل اللي صارت مع لاندو نوريس ممكن كان كثير لاندو نوريس يكون ثالث ولكن لاندو نوريس لم تعد بنفس السوق ليس قصة السوق السيارة عانت والاستراتيجية والإطارات وكان عم بعمل على إدارة الإطارات بشكل صحيح والسباء خلصوا لسه هم يحكوا معه على الاستراتيجية خمس لفات من نهاية السوق حتى وقال لهم حتى وقال لهم ولكن حتى بالانطلاقة كان حسيته نوريس أخذه من أول لفة نوريس أخذته شوي تلكك بالأعمال وهي كمان ردت الفعل والحلبي كان عدائي إذا لاحظت ماكس في البداية ما حاول أنه يكون عدائي قال لك بديش أنا أخسر أو أحتك أو أعمل خلينا أكون أنا على الجانب السليم وصباقي طويل قدامي لفات كثير وهذا ما حدث يعني تسجل له أيضا أنه طويل الصبر أكد لك النضوج اللي عنده ناضج بينما شوف بياسترية مثلا هذا ثالث سباق منسحب منه البحرين انسحب بلجيك أشوفناه باللف الأولى عند منعطف لسورس صار معه حادث مع سينز حشروفة هاي ثمن هالخبرة بدك تعرف كيف أنت تضبط أعصابك واليوم كان سباق جميل كمان لفرناندو طلق من المنصات وكان بالنقاط ولكن صار معه مشكلة بالدفنشل لا لا هم حكوا سسبنشن بس هي ليس جهاز التعليق هم بالأرضية بعدين انتكروا كيف صار عنده مشكلة في السيارة لم يكنوا احددوا المشكلة ولكن حرام ولكن أستن مارتن بس اليوم تاسع أول مرة من خمس سباقات بسجل نقاط مكلارن تجاوزتهم بترتيب نقاط بطولة الصانعين تراجع خطوة أخرى إلى الوراء بس على موضوع الفراري كمان وكارلس ساينز ولكلير لما قالوا لك ساينز تجاوزك قالوا لهم يجب أن تتكلم ولكنه كان أسرع ودليل أنه عندما تجاوزك صار قريبا كثيرا من سيارة نوريس لأنه كانوا اطاراته تعبوا هذا يدليل لك أنه لو عمل الاستراتيجية الصحة مع السيارة الصحة مع السائق الذي كان مرتاحا أكثر بالحلبة كان وصلوا على المنصة لم يكن تعهبوا وضعوا في هذه الموقفات بيرت سباق ممتاز لا ممتاز مشكلته للأسف التصفيات التأهلية أتوقع آخر سنة لبيرت أعتقد أنه يصعب الأمور بعدين هو خامس ولم تنسى لوس ثاني لوس يقترب منه بشكل كبير لوس يعني بطولة بطولة السائقين هلأ بيرت وهملتون يتقلص الفارق بشكل كبير ولم تنسى السباقات الجاي في كثير حلبات لوس هاملتون يعشق حلبة أوستن هو أكثر سائق وفاز عليها هو يعشق الولايات المتحدة وحكا أنا كنت أهجي من عمري 8 سنين على الولايات المتحدة ودائما جمهة هو عايش في أمريكا أنا أتحدث عنه كيف يحب أمريكا وكيف يحب الجمهور هو حتى عايش فيها لكنه أصبحت أمريكية أكثر من ما هي بريطانية فالجمهور الهتاف الترحاب الاحتضان الأمريكي كل هذه الأمور تعزز من وضعه كأنه يستخرج أحصنة إضافية في السباقات التي تقام على أمريكا ذكرنا عن الفرق 20 نقطة عن يعني عن بيئة خلاص قضى يعني سباق بواحد ونرى كم نقاط ماكس ماكس 166 سيصل على 500 أكيد رسكيف آه بخلاص ممكن إذا تطعه مؤكيد سيخلص الـ 500 يعني إذا ليس أكثر 25-500 آه 510-500 تخيل لدينا سبايا أننا عندك 25 فوز رسكيف ونقطة إضافية 26 وضيف عليهم 8 نقاط المركز الأول بالسباق السبرينت يعني عندك ممكن فوق المئة يعني ممكن 600 يعني يعني باقم غريب وحكاها حكاها حكاها أكثر من سائق وحكاها حتى كريسين هورنر وحكاها الدكتور هلموت ماركو حكوها إحنا في فريق الريدبول ما عنا خلني حكي سائقين عم بنفس بنفس القوة عنا سائق قوي وسائق ثاني متضعضع بينما بالمكلارين عندك تنين أقوياء بالمرسيدس تنين قواية بالمكلارين تنين وصراحة مكسب كبير أوسكار بياستري مكسب يعني مكلارين كان دائما إيدا عالبها لأنه ممكن نخسر لاندو نوريس ولكن هلأ في سائق يعني لا يقل شأنا عنه صراحة هم بضغط عن نوريس سيرجو بيريس ذكرناها أكثر من مرة سيرجو بيريس هو كمان عم بصاحب الأمور على نفسه وحتى حسينا أنه وذكرت أنا خلال التعليق أنه الأجواء يعني ما تدريس ميسيجس مثل اليوم السنة الماضية رحيله رحيله خل الأمور ما تكون خلني حكي مثل السابق بفريق الرجبل ديتريخ كان هو الداعم الأساسي للدكتور هلموت هو كان عيونه وأذانه هو المستشار نعم نعرف الدكتور هلموت إنسان قاسي صريح صحيح ولكن فج يعني متعجرف بكلامه يعني يا مدمر سائقين يعني هناك سائقين كنت أسمع مقابلاتهم أقول لك أنا ما أعرف أنام أحلم فيه كوابيس كيف هو شخصيته على النقيد من كريسيان هورنر هو بعد رحيل ديتريخ أسهمه أو سنة تبعه راح كريسيان هورنر حس إنه في زي ما تحكي بس حوز البساط من تحته بده هو يكون لحاله بدهوش يجل واحد كل شوي يقعد يطفح رايق وراه هو واحد واحد على النقيد منه فرد عليه طبعا كريسيان هورنر رد على كريسيان هورنر دكتور هلموت قال له أنا عندي كونتركت عندي عقد في انتهي السنة جاي أخرى فما تحكي معي وفيه تراتبية وصار فيه شوية شوية تتشات أقولتنا الوضع متضاضع يعني هذا طبعا تغيرت الأمور كلها كيف الشخص اللي كان داعمه راح بس حتى العقود هاي كلها بس انه عنده عقد هذا عقد عقدي مش زي سائق مش سائق هذا بقولك هذا يعني من خلني حكي الأعمدة أو الركائز الأساسية بفريق الريد بول هو اللي كان يرعى الفريق من لما خلني حكي قبل ما يتأسس لما كانوا يدعموا سائقين بعدين صاروا يرعوا فرق ولما اشتروا فريق استيوارت وحولوا لفريق ريد بول بعدين هو اللي جلب كريسين هورنت هو شخصيا جابه يعني في 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 رياح التغيير عم بجوز كانت تصريحاته الأخيرة هاي انا اشوف انا اذا بدك رأيي الشخصي انا من معرفتي بريد بول لانو ريد بول كمان ناشطة في المنطقة ريد بول فريق يعني عقلية تدرس بما يعرف بمجال التسويق اذا بتلاحظ هم ما بيعملوا داعيات سمي بيعملوا فريق قرط قدم هم بيعملوا واحد بنطط من اكبر من الغلاف الجوي على الرياضات الاكستريم على الدريفتنج مثلا عندك عبدوفغالي احمد دحام في المنطقة اصبحوا من المشاهير فريق الريد بول الفتاوري يعني هم منغمسين اللي عملوا بعد اخر بالتسويق الامور هاي اللي بتجلب الانتباه فهم ما بدخلوا باشي غير بكونوا ترسينه مية في المية ولاحظ هو شو اللي بزعج فراري وبزعج مكلارين وبزعج ويليامز وبزعج المرسيدس ردول في النهاية ليست فريق ما بتصنع سيارات هو فريق صح بس مش صانع هو بصنع مشروب طاقة صح اجا درسهم علمهم وهلا بلشوا بدهم هلا اشتروا الحقوق من هوندا لا انا بحكي هم عارفين انه انت بدك 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 تكون انت قوة يخشى جانبها بالبطولة بدك كل شي يصنع تحت صخفك يعني مكلارين صح مكلارين بس مكلارين بالنهاية فريق عملاء له محركات مرسيدس مرسيدس بالنهاية ما رح تعطيهم نفس المحرك اللي عندها ممكن تعطيهم محرك قريب او اذا كانت هي مش عم بتنافس على الاقل هم ينافسوا بس الاولوية لهم بعدين انت لما تصنع محرك انت كصانع عندك سيارتك انت بتصنع ابعاد السيارة المقاسات التوضيب المحرك كلها الامور كلها على المفهوم التصميمي تبع سيارتك مرسيدس بعملوها حسب مهمة وعملوها زي ما بدهم مكلارين و اوستن مارتن هذولاك بعملو حسب المحرك عشان هيك انت بدك تنجح بالفورميلا ون اللي هاي لقطوها من يعني تلقفوا هذه الفكرة وعرفوها من لحظة لما دخلنا احنا محركات الهجينة وبدأت محركات رينو تتققر وتتراجع عندها الريدبول بلا شو يفكروا انه بعدين هوندا بدأت انسحب شو منعمل احنا نشتيهم نشتي حقوق الهجينة نعمل احنا ومنخلي في تجميد على تطوير المحركات حتى مش انه احنا مش صانعين محركات منقدر نعمل المحرك ونخليه بس تطويره واستمراريته وهذا بدنا قولين نساعدنا وهلأ شو اللي صار اللي صار انه بعد الحقبة القادمة من المحركات رح يدخل صانع جديد مع فريق الريدبول ولكن الريدبول صار عندها قدرة تصنع المحرك هاي المشكلة اللي عنده التانيين بس ردبول فهمت وهو اللي صار انه عندك بطولات بدك انت السيارة والمحرك وكل شيء يكون متناغم مع بعض انت يكون عندك السيطرة عليه انت يكون انت صاحب الكلمة الاولى والاخيرة وهذا اللي عملته ردبول وهذا هو يعني مش ان اخترعت النجاح هذا اللي كان موجود دا عطول كان موجود مع مرسيدس كان موجود مع فراري وهذا هو اللي صحيح وهو فعليا ثلاث صانعين هلأ موجودين او أربع عندك البين رينو يعني وعندك فراري وطبعا الهوندا اللي هو مع ردبول اللي هو بسوو ردبول باورين ما سيرس بل موجود محهم وما سيرس اربع صانعين اربع صانعين وفيه طبعا اودي رح تدخل بالحركة الجديدة الجسر طبعا اودي والانداتي والفريق الجديد وهذا بدهم يبيعه ساور صاروا يعني دخلت بعض الامور هو هلأ شوف اودي اللي هي مجموعة فوكسفاجن كانوا بدهم يدخلوا البطولة مع فريقين يعني ما عندهم عدة مصانع مجموعة فوكسفاجن كانوا على اساس بدهم يدخلوا مع اودي ومع بورشي بورشي على اساس انها يكون تحالف مع ردبول ردبول قالت لهم انا فريقي انا صاحب الكلمة الاولى والاخيرة انتو بتدخلوا بس ما بتكون عندكم الكلمة بكل القرارات هذا بالنهاية فريقي انا بدي يكون عندي الكلمة صار في اختلاف بهذا المنحة اودي عارفة انه الفلوس ما رح تشري لك النجاح بدك خبرة فراحت شو عملت شرت فريق موجود قريدي اللي هو فريق السوبر اللي هو رح ينتهي اسمه الفروميو نهاية هذا العام فبالتالي هي ضمنت انه يكون عندها فريق عنده هلنحكي النوهاو عنده المعرفة عنده الالمام بالبطولة وفريق اساسا موجود انت ما بدك تقعد تدخل بنقاشات ونزاعات قانونية زي ما عم بحصل مع انتراتي حاليا فهم قاموا بشراء فريق السوبر هلا المشكلة الثانية اللي عم بتواجه اودي اودي ما صنعت محركات اودي ما عندها خبرة القوانين رح تصير بالعام عشرين ستة وعشرين في عندك احنا بالفورمولا ون المحركات الهجينة في عندك شغلتين تستخرج منهم الطاقة اللي هم غير المحرك المحرك عندك الطاقة الهجينة طبعا عندك الامجيو كي اللي هو الكيرز او الطاقة الحركية من خلال الكبح بتخزنها وعندك الطاقة الحرارية الامجيو اتش اللي هي هيت كي كيرز يعني الكيرز اللي هي الحركية اللي كانت من 2009 موجودة تكون السيارة حكي على حلبة مثل هم تصل للسرعات القصوى باوستن 344 ثواني بسيطة انت بصير على لا شيء فهاي الطاقة اللي بتولدها عملية الكبح بتخزنها انت الطاقة التانية اللي بيخزنوها واللي هي معقدة جدا واللي كتير من المصانع ما عرفوا يلقطوها من الأول باستثناء مرسيدس اللي كانت لها فترة طويلة اللي عم تشتغل عليها هي استخراج الطاقة من الحرارة اللي بيولدها العادة من الاكزوست وشاحن الهواء التيربو بتخزنها هاي رح يستغنوا عنها لانه هاي مكلفة معقدة والاهم انه هاي التكنولوجيا ما بتشوفها على السيارات اللي على الطريق فراحوا اتفقوا حتى يجيبوا مصانع السيارات وخلوا الاهتمام اكتر في البطولة الشي اللي عم تعتمدوا السيارات في الوقت الحالي هو الطاقة الكهربائية فراح تكون تلت قوة السيارات في العام 2026 هي من المحركات الطاقة الكهربائية هون النقطة انه اودي ما عندها هالالمام عندها صحيحي بشارك ببطولة بس بالفورميلا ون بهالتحقيدات بهالامور هاي مش متل الفرق اللي ارده موجودة بس هلا الفتاوري الفروميو بياخدوا محركات من فراري صح؟ نعم بس هم الفروميو دافعين لساوبر الاسم في احتمال كتير كبير الفروميو ينتقلوا العام القادم على هاس تريدهم الاسم يضل لانه الاسم تعرف انت عم تعمل بوليش لاسمك انت عم انت على استعراض عالمي كبير على بطولة محضورة عالميا على شركة سيارات غفية وعم ترجع وعم تحيي اسمها وعم تحيي اسطرتها فالفورميلا ون هي طريقة مناسبة لترجع تعيد للاذهان لالفروميو الفروميو كانت فترة من الفترات في بداية السبعينات كانت ناشطة وكانت تصنع السيارات وكان عندها نفس رياضي وكان عندها تصميم جميلة وانا من اجمل السيارات عندي هي سيارة الفروميو على الدوام الفروميو كانت فترة من الفترات احزر مينة نفس بم دابليو وليس فقط بالحلبات بصناعة وانتاج السيارات وبالتالي هذا الصانع يحاول يعمل كمباك ويحاول يرجع والرجعة هي عن طريق فورميلا ون وتلميع الصورة وتحسين الصورة والظهور على الساحة الملكة برياطة السيارات انه يكون اسمك موجود يعني اودي صعب انها ترجع توقيت ليس صعب هم يحكوا اودي انه بورش محهم حق انا بتصوري مجموعة فورتسفاجن انه ما يخلوا اتنين مصانع عندهم يصرفوا مع بعض وتخابطوا على بطولة الصراحة يوزعوا يعني مثلا بورش انا بتصوري بورش مكانها الصحيح هو سباقات التحمل ناك عملت اسمها ناك الأسطورة ناك ليمون كانت موجودة اكتر فريق ربيح بطولات اكتر فريق حقق انتصارات اكتر فريق فاز بسباق 24 ساعة في ليمون هو فريق بورشي يعني لما تحكي بورشي اكتر سباقات جيتية على سباقات تحمل منها فورميلا 1 مع انه الى كان انغماس بالفورميلا 1 مع الله يرحمه السعودي منصور عجي منصور عجي كان بفريق وليامز وكان يستثمر بالفريق ولكن اخنع فريق وليامز انه ياخد حصة ويكون له اكتر انغماس بمجال المحركات لانه كان عنده شركة مع والده اللي هو ايضا الراحل اكرم عجي يسمها تاق تكنيك افانقارد هي متخصصة بالتقنيات المتقدمة جدا فهو راع على روندينيس حقله مشي مع روندينيس قال له المستقبل لمحركات التيربو فيش بالسوق محرك تيربو يقدر جيبه للمكلرين راع على بورشي قال لهم انا بامول لكم المحرك بسخلوني اسمي المحرك تاق والنتيجة كانت انهم ربحوا 3 بطولات عالم 84 85 86 نيكي لاودا 84 85 86 مع المبروس غير بطولة الصنعين ابله في السنوات الاخيرة كانت البطولة تذهب لفريق لانو كان تنافسه بسياره او كانت الفرق الأخرى بمجال التيربو عم تتقدم عليه ولكن ربحوا 3 بطولات سائقين على التوالي بفضل الفكرة اللي طلع فيها منصور عجي فبورش موجودة ولكن يعني مش سهل انك تدخل كصانع ومجاله هو اكتر السباقات التحمل والحلبات السباقات الجي تي هذا اللي صار مع بورش اودي هلا بتفكر بس هم يشتروا سوق اصابت شروق يعني شروق حصة كبيرة بس أنا هلا شو اللي بحكولي انه بتتسمع كثير بالكواليس اللي بحكوه انه هلا في عندك عشر فرق في البطولة هاي العشر فرق هلا البطولة ارتفعت وصارت متسمى والاسهم ارتفعت بشكل كبير وشفنا كيف انه اشتروا حصة بسيطة حدود عشرين خمس وعشرين دفعوا متين وخمسين مليون يورو بفريق البين يعني الفريق صار يوش يعني الفريق تقريبا العادي بسوه مليار مش على التسعير اللي هما عملينها متين وخمسين او متين فبالتالي انت بدك تجيب فريق جديد الى البطولة في هلا صحيح الافاية وافق لانه بحسب اتفاقية الكونكورد اللي بترعى فرق البطولة وهي طبعا الكونكورد ساحة في باريس سيثقع مقر الاتحاد الدولي ليش في باريس لانه رياضة السيارات الفرنسيين هم اللي اخترعوها وهو اول سباق سيارات اقيم بفرنسا واللغة الرسمية لرياضة السيارات القوانين لما بدوا يفسروا برجعوا للغة الفرنسية اللي هي مكتوبة فيها بس هاي حتى نوضح لهم يسمعونا نرجع لرياضة السيارات ونرجع كمان فراس لموضوع اللي كنا نحكي فيه اللي هو اودي وغيره وغيراته اندرتتي اللي صار انه انت عندك باتفاقية الكونكورد يحق للاتحاد الدولي انه يدخل فريقين اضافيين يعني 12 هو درس العروض وشاف كل شيء اندرتتي داخل ومعه مصنع سيارات كبير اللي هو جانال موتورس بده يرجع يعيد الاعتبار لكدلك اسم عريق وعم بربط كدلك مش بس بالسيارات اللي زي ما كنا نحكي زمان كالفخامي سيارة حلوة ولكن ايضا في الها نفس رياضي وهي كمان عم بجيب نتائج في سباقات التحمل في امريكا فاندرتتي جاب معه كدلك ولكن كدلك رح تاخد محرك من البين وتسميه كدلك حلو وكان الاتفاقية مع البين ولكن هلا لانه طولت ونرجعوا يعملوا اتفاقية من جيد بس نرجع على الشق الثاني الفرق لما كانت في البطولة واستمراريتها لليوم هي ضحعت خسرت وكانت عشفير الهاوي وكانت عشفير الافلاس وضحعت وتعبت وخضات اقتصادية هائلة اللي صارت بالسنوات الأخيرة فاضافة الى العوائد المالية الموجودة في البطولة عندك انت عشر فرق عندك شقفة الكيك لما تقسمه انت العشرة مش لما يجيه داعش الاطعة رح تصغل هو بيقول لك ليش انا بطولة ارتفعت وانا بطولتي موجودة وانا ضحيت وانا استثمرت جيب لي واحد هيك على البارد المسلح يشتري فريق تاني بركين يشتري واحد من الفرق ففي معارضة هلأ التخوف هو من وين هلأ اخذ الموافقة من الاتحاد الدولي حقه ولكن الافاية لا يملكوا حق انه يدخلوا على البطولة لانه هذا الحق بده يعمل اتفاقية مع مين؟ مع البرتميديا مع البرتميديا اللي هي بتملك الحقوق التسويقية والحقوق التجارية للبطولة فهي اللي بتقول له قديش بده يطلع لك هي اللي بتقول له وفأته لما وفأت انا ما نقول لك سيارتك العوائد يعني في كثير امور بدها 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 يعني اذا توصلي لو اعتقد ممكن نصل لحالة صدام بين البرتميديا والاتحاد الدولي للسيارات يعني الامر مش سهل مع انه كمان يعني هاي كمان نقطة تسجل يعني ممكن نتروح على المحاكم والله واذا راحت على المحاكم انت ما تنسى ونحكي انه الاتحاد الدولي موجود في اوروبا في اوروبا في قوانين تمنع الاحتكار صح زي ما تشوف مع جوجل اه بالتالي هذا فريق ما بتقدر تمنعه لانه القانون بقول له يدخل كده تمنعه انت اه فيعني هون دير بالك البطولة طائرة انسى انه ماكس فرستابن وردبول اللي عم بسيطره وشوي هاي السيطرة اثرت نوعا مش نوعا ما بشكل كبير لانه صار فيه رتابة وروتين على المتابعة مش متل نرجع للموسم التاريخي 2021 فبالتالي كل هاي الامور راح تأثر فراس فيعني انت تروح ترفع دعوة والدعوة اذا رفعتها هذا الاشي متل غسيل عم تنشر غسيلك الوسخ على الملأ فهذا راح يأثر على البطولة يعني اعتقد كيف يحكوا الايام القادمة حبلة بالمفاجآت هذا الامر اللي راح يصير اعتقد انه راح نشوف تطورات كبيرة هذا الموضوع معقد وشائك وفي اصطفات قانونية كثيرة نرجع شوي للسباق ذكرنا عن جورج راسل الفتاولي كانوا ممتازين الفتاولي جيدين جدا ولكن يوكي تسونودا كان ممتاز ايضا بير قاسلي حقق نتيجة رائعة وحرام يعني اللي صار مع زميله شفنا احنا بالبداية السباقة كما ذكرنا اوكون وبياستري قاسلي خلص ثامن لانسترول حقق نقطتين لفريق الاستن مارتن وبعد صيام خمس سباقة حقق نتائج يوكي تسونودا جميل كان اليوم جميل اكتر من اعتبار جميل انه قاد سباق رائع تمكن من عمل تجاوزات كثيرة استفاد ايضا من استراتيجية الاعتمدها ولم يكتفي بس بنقطة المركز العاشر اضاف الها نقطة التوقيت اسرع لفي يعني طلع بنقطتين وكمان عم بسجل فوز معنوي على دانيل ريكاردو يعني دانيل ريكاردو جايبينه عالفريق عشان يجاهزوه ياخد محل سيرجو بيريس صح انه هو راجع بعد اصابه لسه بحكي لك انا لسه في صدع علي على اسلوب قياتي لسه بدي شوية وقت حتى ارجع ولكن يعني يوكي تسونودا نتيجة حلوة تسجل اليوم اتوقع دانيل كاثلو واليوم كمان في راس اذا بتلاحظ من نتائج كان في سائق اليوم على ارضه امام جمهوره عم بيقدم سباق جميل سارجنت كان سباقه مثالي تأديته ثابتة ما كنا نشوف اي اخلاط منه كان عم بتحامل بسلاسة مع الاطارات يعرف كيف يدريها وانه السباق في المركز 12 مباشرة خلف زميله يعني مش هالفرق الكبير فهذا يعني هو مشكلته حكو الكل تعرف رياض السيارات بالرياضة بايشي انت بالدنيا تربح وتخسره برأسك لما ضلك تعمل حوادث لما تشوف زميلك بالفرق عم يمسحك مسح لما تشوف الاعلام بهاجمك لما يشوف كل شي بيصير بعكس ما انت تشتهي تشوف انه انت ممكن تجيب نتيجة حلوة ولكن لما انت بلش بدك تجيب نتيجة حلوة سيارتك تتعطل يعني كل شي بعكسك فثقتك ايمانك بنفسك تزعزع فبالتالي هاي النتيجة هلأ مهم وانا بتصوري هو سيستمر بالفريق لانه اول شي الفريق استثمر فيه ثاني شي لانه سائق امريكي والبطولي ليس فقط بحاجة الى فرق امريكي ولكن هي ليس فقط بحاجة لمصانع او حلبات لانه تكون الحلقة ناقصة اذا لم يكن هناك سائق فهون وجوده بكمل هالمعادلة هاي الهاس الهاس مشكلتهم في رأس حكيناها بالبداية صيغة السباق القصير مع التحليقات مع انه شوفوا وين انطلقوا وين كانوا ادرين يخلصوا السباق يعني ولكن كان قادر عمل تجاوزات وعمل 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 بس اعتقد السيارة فيها فيها امكانيات هم مش قادرين لسه استخرجوا افضل الامكانيات الموجودة بالسيارة لانه هاي كمان خبرة فريق كيف انت تعمل السيتاب كيف تستخرج الافضل من السيارة كل هاي الامور ممكن يعني بالسباق السباق قصير وكانوا مستعجلين يجلبوا التحديثات ووضل سباق سبنتايس واحد السباق البرزيل عندنا المكسيك ممكن تتحسنت صورة بشكل مختلف ان شاء الله بيريزي هو المكسيك بياخذ الاحسن الاضافية ان شاء الله بس انا يعني مشايف انه في هال التحسن الكبير في سيارة سيرجو بيريز هو طلب انهم رجعوا لي السيارة زي ما كانت قبل لانه قبل برشلونا كانت بتناسب نوعا ما اسلوب قيادته بس الفريق قال له احنا ما منقدر نجيب على السباق سيارتين مفهومين مختلفين بعدين انت لما يكون عندك فريق انت عملت سيارة ناسبت سائق عم بحرز كل شي وخربت السيارة والمعكابح خربوا الحالة ببعكس مع شتا مشتا عم بربح بتروح بتعملها للسائق التاني اللي مرات كتير حتى من التصفيات التالية فبالتالي انت مصلحتك مع الرقم واحد ورقم واحد هو ماكس بالفريق وهو بطولة الصانعين وهو بطولة السائقين لا يوجد سيارة مصممة على مقاس سائق على سائق ثاني يعني حقوها كل سائقين فيه سائق عارف كيف يتأقلم فيه سائق عارف كيف يتأقلم نحن كنا نسميه دكتور باريلي ولكن حاليا دكتور باريلي صار ماكس صار ناضج حتى شفنا غلط وعمل سبين 360 وظلت السيارة وظلوا مكمل ولا كأنه صار شيء حتى أغلاطه يحولها بسرعة حتى بياستر كمال ومسكها بنية بياستري متمكن بياستري في حلب الدبي اوتودروم موجودين فيه المكان الرائحة جي بي اكس ستور مكان يعبق بالشغف بالحب رياطة السيارات كل محل موجودين فيه كل مكان فيه قصة ويروي رواية ويحكي حكاية يعني عندك أنا كنت أخبرك قبل كل بدلة تذكر وين كان وشو هو وشو بعدين كلها يعني حجم الاستثمارات اللي موجودة هون بعدين ما ننسى الجي بي اكس الحدث المنتظر اللي عم بعملوه اللي هو إعادة إحياء عندهم سباخ للسيارات الفورميلا ون بالحقب الرائع أنا من أجمل الشغلات شفتها فترة جابوا السيارات الفورميلا ون الأديمة تخيل الصوت الحلو على حلبة ياس يعني حلبة من أجمل الحلبات الحديثة تسمع فيها الصوت القديم شوف لما يمتزج القديم مع الحديث يعني كان مشهد ولا أجمل هم عاملين بدبي أوتو دروم ببداية شهر 12 8-12 وعشر 12 إحياء عندك سيارات الفورميلا ون وسائقين فورميلا ون قداما سيكونوا موجودين وعندنا السيارات السباقات التحمل المجموعة يعني سيكون ثلاثة أيام ولا بالأحلام جو جميل بإمكان أي واحد موجود أن يلتقي بأساطير رياطة السيارات ونرى سيارات كنا نحلم فيها ونحن صغار ونرى الحقيقة وعن تهدر بأعلى صوت هذه السيارات يعني يشكر الجماعة سيارات جميلة يعني هاي السيارات يعني ما بتشوفها هاي بتشوفها بمتحف فسوموا يطلعوها من المتحف وحطوها بالمكان خلينا نحكي بالبيئة اللي هي الحلبة خليها يعني تهدر تهدر بأعلى صوت هذا الجميل فيها مكان رائع فعلا يعني هو مفتوح يعني إذا رأي واحد موجود في الإمارات أو في دبي أنه يأتي بحلبة دبي أوتو دروم جي بي اكس وعندهم مكان أيضا لبيع المنتجات كل شيء كل شيء وفيه قهوة عندهم وكل شيء قهوتهم زاكي كثير فجميل جميل المكان هو بيتنا يعني هو البيت اللي عم بيحتضن هالبودكاست الحلوة أحطاه جمالية حلوة صراحة يعني كيف تتطلع حوليك في هالمشاهد الحلوة فيه كمان على فكرة عندهم جوة سيميليتر صح عندهم سم رائع بيتدربوا عليه السائقين ويحجزوه عندك البدلات التصابق سيارات فورميلا ون حقيقية سيارات كليسيكية بعدين عندك مجموعة أعتقد ما في مثلها بالعالم للخوذ الرأس السائقين عندهم موقعة من سائقين عندهم أطلب وأتمنى أي سائق فورميلا ون شهير أو غير شهير موجود له شيء أكثر واحد أعتقد من الشغلات مايكل شوماخر حتى أرتنسينة بالموسم الخارق عام 1988 بدلت التصابق الخوذة كل شيء موجود موقع سباق سباق توقع غطينا بجميع أنحاء نعم عندنا الأسبوع الجاي طبعا الوقف المنتظر مع المكسيك وهي حلبة رائعة أيضا حلبة دائما لا تصب في صالح فريق الريدبل لأنه أكثر حلبات مرتفعة عن سطح البحر بدها كثافة الهواء والأمور كلها بدها ضبط مختلف وفريق الريدبل على الدوام هو أبرع من يعرف كيف يقرأ هذه الحلبة لديها خصوصية مختلفة إن شاء الله سباق دائما دائما عندما أذهب إلى المكسيك لأنه أكثر حلبة مرتفعة عن سطح البحر أحلم أنا نحلم نحن كمان أردنية نتخيل لو في جائزة بالبحر الميت أخفض منطقة بالعالم نتخيل وصار فيها جابوا مرة للريدبل تخيل هم عملوا بطولة العالم من أكثر منطقة منخفضة عن سطح البحر هي البحر الميت ثلاث مرات تصدف الأردن وطولة العام للريدبل ولكن الفورميلا ما تظلها إلى خصوصية تخيل هاي لو عنا بالأردن يعني هو حلم لا يوجد شيء صعب يعني الواحد حلو يحلم توقع هي بس بدها الشخص اللي عنده يعني كيف تعود على مكاسب يعني ترويجية تسويقية كيف يقول لك المنطقة فيها أربعة المنطقة تقدر تجيب أكثر طبعا وهي لحالها أيضا هاي مجال أنك تخلي البطولة تتمسك فيها أكثر أنه أنت تعمل أكثر سباك بالعالم منخفض عن سطح البحر في منطقة البحر المنطقة كلها جمالية خاصة دائما أردن فيه شغف وحب وثقافة لرياضة السيارات متجدرة يعني الله يرحمه الملك حسين كان بطل من أبطال السيارات هو اللي أسس رياضة السيارات في الأردن ونادي السيارات وأطلق شرارة السيارات رياضة السيارات في المنطقة وسار على خطاء أيضا على طول بعمره جلالة الملك عبد الله فهو أيضا بطل يعني مش سائق عادي كان بطل بطل يعني وكان أحرص انتصارات وأحرص لقبطوة الأردن للرليات مرتين يعني عنا عنا أقدم حدث برياضة السيارات على مستوى العالم العربي كله هو سباق تسلق مرتفع الرومان يعني أنا أحلم بس حلو الحلم طبعا يعني كل شيء بيقول لك كل شيء بيبلش الحلم الحلو فيه أنه بيبلش صغيره بكبر يعني إن شاء الله يا رب بس أنه تخيل أنه المكسيق عالية وتخيل هاله المفارقة يعني بكون جد حلو بيكون له ضبط غير بيكون له شخصية مختلفة لأنه هاي أخفض منطقة بالعالم صح إن شاء الله قريبا إن شاء الله بكل دولة عربية إن شاء الله يعني لسه كنا نحكي حابين نشوف سباقات بمصير بالقسم الأفريقي من العالم العربي بشمال أفريقيا نظرا للتاريخ العريق اللي بملكها لكن حلو نشوف احنا برياضة عم بكل منطقة إن شاء الله استحق الأردن أكتر من هيك بكتير برياضة السيارات حقيقة مع أنه للأسف اليوم أعلنوا عن إلغاء باها الأردن بسبب الأحداث سبب الأحداث وهو طبعا نضمن درجنامة العالم لراليات الكروس كنتري فألغوه بسبب الأحداث يعني منطقي حقيقة يعملوه برم هو بعملوه بمنطقة رم والعقبي منطقة رائعة يعني من أجمل المناطق حقيقة يعني استوديوهات هوليوود صارت هناك أفلام كتير تموسل يعني لوحة لوحة سبحانية رائعة هناك المنطقة إن شاء الله نشوف سباقات أكثر إن شاء الله إذا لقائنا بالمكسيك الأسبوع الجاية إن شاء الله بعد سباق المكسيك إن شاء الله شكرا لك ويعطيك عفاق الله يعافيك ويخليك فرص تحياتي سبحانه